البعض يقول أن ظهورك على تلفزيون الدولة الرسمي يعطي انطباع بأنك أداء استخدمت لتفكيك كتلة الواحد وثلاثين أول شيء ظهور على تلفزيون الدولة الرسمي هو شرف لأي مواطنة تلفزيون الكويت يقولون هذا ظاهرة أول مرة تصير لا لا هي ظاهرة هذا موضوع لا علاق يعني يعتبر تاريخيا أول مرة تحدث في التلفزيون أنا أعتبر أنه وسام شرف لي أن أمكن من الخطاب الشعبي العام من خلال تلفزيون الكويت الرسمي يعني ربما تكون حالة استثنائية لكن ما يجب أن يحاصب عليه الشخص هو مضمون الخطاب أنا خرج في تلفزيون الكويت الرسمي وهي رسالة رائعة من الدولة أن تسمح لنائب في البرلمان بأن يستخدم تلفزيون الكويت الرسمي في توجيه رسالة لتأكيد احترام الدستور والالتزام بالقواعد الدستورية وحماية المال العام زينا الناس شنو تبيه أكثر منه من أن يسمح لنائب في البرلمان يعبر عن الأمة أن يظهر في تلفزيون الكويت الرسمي بدلا من وزير الإعلام أو رئيس الوزراء على سلم مثال أنه يقول نحن نؤكد احترام الدستور وحماية المال العام هذا الكلام اللي قلنا في دقيقتين أو ثلاث دقائق اللي طلعناهم في تلفزيون الكويت الرسمي هل طلبت ولا هم أطلبوا منك أنك تطلع الحقيقة كان أمرا مشتركاً مشتركاً بين الطرفين بس أنت حدثت أن هناك أهداف وما أهداف هل تقدر تطلعنا عن الكلام اللي قلته في هذه الكلمة؟ طبعاً اللي ذكرته هو نفس الكلام اللي قلناه في المرة الماضية الحماية المال العام والسبداد أموال الدولة المسروقة ومحاسبة الفاسدين أياً كانوا يعني محاسبة كل المتسببين في إحداث هذا الواقع الذي نعترض عليه جميعاً من متى نحن نتكلم عن الفساد؟ كيف صارنا نسمع؟ يعني على الأقل من بعد التحرير من برلمان 92 إلى اليوم نحن نتكلم عن الفساد لكن إلى الآن لم نضع إطاراً محدداً لمن هو الفاسد وكيفية التعامل مع الفساد نحن الآن نبي نضع هذا الإطار نعم نبي نحدد ما هي مظاهر الفساد وكيف يمكن أن نحمي دولة الفساد وكيف يمكن أن نحمي حقوق الدولة الناشية عن إحداث هذا الواقع ولذلك لما قلنا استعادة الأموال المسروقة أنا أتفهم موقف البعض لأنهم يعلمون أن هذه المسألة جادة جداً وأن ما حصلوا عليه بغير وجه حق سيستعاد للدولة فكانت ردة فعل غير منطقية يعني هل راح يكون عندنا ريدز في الكويت بقطعاً وفقاً للنموذج القانوني الكويتي نعم راح يكون يعني راح يكون في هذا نعم أنا على قناعة تام يعني أنا يمكن مرتب محاوري بس أنت بما أنك على قناعة تام يعني يعني يمكن يعني اتجهت فيني يعني في موضوع اللي هو موضوع محاربة الفساد والكلام اللي أنت قلته بس قبل لا أسئلك هذا السؤال هل راح يكون أحد نزلاء فهد الرجعان أتمنى أن يكون كل فاسد فإذا كان من بينهم أن يكون أول واحد فهد الرجعان يعني أنا ما أعلم ليش الربط بيني وبين فهد الرجعان إذا قدر لهذه اللجنة أن تتم فسيكون من أول الملفات هو ملف التامنات الاجتماعية وبلا شك أن فهد الرجعان أحد هؤلاء نعم نعم